عملت خير واحد يقول هل الإنسان يعتبر مسؤولاً أمام الله إذا أنكر الإيمان في حالة اللاوعي أو تحت تأثير مخدر العمل الذي يكون الإنسان مسؤولاً عنه هو العمل الذي يعمل ويكون فيه حراً وكامل الإرادة وعاقلاً وحراً ومريداً التلاتة دول إذا كان عقله مش مظبوط تبقى مسؤوليته بحسب نسبة العقل التي فيه يعني إذا كان مجنون مطبق يبقى لا مسؤولية عليه إذا كان نص نص يبقى حسب عقله تكون مسؤوليته حريته إذا لم يكن فيه حريته يبقى مش مسؤول وإذا لم يكن فيه وعيه يكون مش مسؤول أما تحت تأثير مخدر فهل المخدر ده أخذه بإرادته ولا بغير إرادته إذا أخذ مخدر بإرادته يبقى مسؤول لأنه تسبب فيما حدث بإرادته لكن إذا كان رغماً عنه خدروه كمان اللي خدروه ما يكونش في وعيه إذا بيتكلم من السابكنشيس بيتكلم من العقل الباطن فهل عقل الباطن فيه إنكارة ربنا فيه إنكارة الإيمان ده تبقى وحشة برضه لأنه إنت مخدر عقلك الوعي ما بيشتغلش يبقى العقل الباطن هو اللي بيشتغل فهل العقل الباطن يوجد فيه عدم إيمان ده تبقى كرسي